في خرق جديد لهدنة الجنوب السوري قصفت قوات نظام بلدة أيب في اللاجات شرق درعا بعشرات القذائف المدفعية منذ صباح الخميس من دون وقوع خسائر بشرية فيما تشهد أحياء درعا البلد خروقات من قبل قوات النظام بشكل مستمر في خرق جديد للهدنة في مناطق درعا والقنيطيرة والسويدة التي يشملها قرار وقف إطلاق النار المعلن منذ متصف الشهر الماضي قصفت قوات الأسد بلدة أيب في اللاجات شرقي درعا بعشرات القذائف المدفعية منذ صباح اليوم دون وقوع خسائر بشرية فيما تشهد أحياء درعا البلد خروقات من قبل قوات الأسد بشكل مستمر ناشطون السوريون تناقلوا أن انفجارا كبيرا سمع ذويه في جميع أحياء مدينة درعا والقرى المحيطة بها ما تسبب بحالة ذعر بين المدنيين كما رجحوا أن يكون الانفجار ما هو إلا خطأ من قبل بعض المقاتلين أثناء نقلهم لبعض الألغام المتفجرة والتي كانت مزودة بصواعق وجاهزة للانفجار في أي لحظة ما تسبب بالانفجار الأول الذي أدى إلى انفجار ما تبقى من ألغام ولخائر في المستودع واشتعال الحرائق في المكان وعلى الصعيد المدني اجتمعت الهيئات السورية في جنوب سوريا المتمثل بدار العدل ومجلس محافظة درعا والنقابات بهدف وضع خطة عملية لإدارة المنطقة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في جنوب سوريا وغير بعيد من ذلك قصفت قوات النظام مناطق في قرية التل المال الواقع في ريف مدينة درعا بقذيفتين مدفعيتين خلفتا أضرارا مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية متسببة في خرق جديد لهدنة الجنوب السوري التي استكملت أمس شهرها الأول وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإنه على الرغم من هجهشة الهدنة إلا أنها سهمت في تراجع كبير بالخسائر المادية في المحافظات الثلاث وخاصة من المدنيين الذين قتلتهم الطائرات الحربية والمروحية والقذائف وقصف قوات نظام الأسد على محافظات الرقة والقنيطرة والسويدة المرصد وثق خلال الفترة الممتدة بين التاسع من تموز يوليو الفائت من العام الجاري 2017 وحتى اليوم استشهاد 84 مواطن مدنيا بينهم 24 طفل جراء قصف قوات نظام الأسد